كيلك تمشيه الشفنج وما قداش على تمره ديالوح حضر الصفنج للطحنة ديال الطماطم ناجح مئة بالمئة واهم حاجة كيتحضر بسرعة السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد مع مطبخ وصفاتي نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بتمام الصحة والعافية قبل ما اندزوا الوصفة ديالنا ما انسوا الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ألي سيدنا محمد ودبا خليكم مع المقادير وكافية تحضير بسم الله على بركة الله في الوصفة ديالي يوم شاء الله غنحتاجوا الماء اللي كيكون دافي لاحظوا معي هنا يكن دير اكيال اصبع ديالي في الماء خصو يكون غير دافي لان الجو طخون في حالتك كيلك الجو بارد في الوكيال الماء صحون مش اللي جينة ديالكم تختامر المهم بالنسبة لكمية ديالما في هاد المرحلة هادي غنضيف جوج ديالكوس ونصفة اللي هي تقريبا هاكي واحد تلتمية واثنين وسبعين ميلي لترا المهمة انا عبارت بكاس ديال العمباء ولا كاس الشاي المغربي اللي كيزين ميا وخمسين ميلي لترا ضيفت جوج ديالكوس ونصفة ونصف غنحتفض به لاننا غنحتاجوه فيما بعد كذلك غنحتاجو واحد معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز مكان كتروش لان الجو صخون باش هكيال السفنج ديال ما تفوتناش بهالخميرة غنضيف جوج ديال ملاعق ديال السكر اللي يمكنكم استبلوهم بالعسل جوج ملاعق صغار كما يمكنكم استغناءوا على الحلاوة الملاح كتبقى على حساب الدوقة وجوج ديال ملاعق صغار ديال الخالة بالنسبة للدور ديال الخلف هو كي خليكي السفنج ديال نجيفا كي واحد القرماشة وغنضيفوا في هذه المرحلة هذي ثلاثة ديال كؤوس ديال دقيقة بالنسبة للدقيق كتديروا اي نوعية متوفرة عندكم اهم حاجة الدقيق اللي غستخدمه في الشفنج يكون دقيق رطب يعني كتقسواها بليد ديال كتلقواها رطب ماشي حراش وكننخلطوا المكوينة ديال النمزية اللحظوا معي القوان كيفاش كيكون كيكونها كي يتقلم البغرير المهم في هذه المرحلة هذي كنغطيوها كبوح القطعة ديال البلاستيك وقطعة ديال توب وغنخليه تقريبا هكي واحد للخمسة ديال البقايق فهذه المرحلة هذي محاجتنا هكي في العجين ديال ناختامر كنخليوها غير كيرتح شوية لاحظوا معي كي يطلقى كي بحل خيوطة وفي نفس الوقت يعني ذاك الخميرة كتتفاعل شي شوية وغنكمل بالإضافة ديال الدقيق المهم بالنسبة للدقيق في اللول ضيف تلاتة ديال كؤوس وده با غنضيف الكمية اللي فقط لي المهم بالنسبة لكمية ديال الدقيق يعني في المجموع غنحتاجو السبعة ديال الكؤوس اللي هي 700 قرام يمكن لكم توزنوا الدقيق ديالكم بالميزان ولا الدقيق تغرب له وتعمرو الكؤوس غير بالملعقة يعني الكاس ديال العنبالي كيزين 150 مليلتر بالسوائل وكنضيفو الدقيق غير شوية بشوية لان في الاخير كيبقى على حسب الامتصاص ديال الدقيق ديالكم لاحظوا معي القوام في الاخير كيفاش كيكون بالنسبة للعجينة يالله دخلت في هالكمية ديال الدقيق مدلك تموالو يعني مازال فيها شوية ديال التكتلات كيما كتلاحظو وبالنسبة للعجينة في هاد المرحلة هذي مخصتاش تكون متماسكة يعني عجينة كتكون رخوة بحالي هاد شكال هنا كنجي ودك النص كاس ديال المال اللي احتفظنا به كيكون برد شي شوية كنضفيوه وغانضف له نصف ملعقة ديال الخميرة ديال الخبز فهدا هو السر اللي كيخليك كيسفنج ديالكم يختمر بطرعه وكذلك ما كيفقدش التخمورة دياله في المرحلة اللي كتكونو كدلكو السفنج ديالكم لان كيما كان عارفوه بالنسبة للسفنج يبغيها كياد ليك سيوع جنتو يعنيها كياب الطرق العادية ولا بطريقة اللي غانوريكم اليوم اللي هي السهلة وسريعة غانا نحتاج ان شاء الله هنا يا للطحانة ديال الماطيشة اللي معروفة انا استخدم ذاك العيون اللي كيكونو رقيقين لانا ما حاشناش في التقوب اللي غات هبط مننا من العجينة يعني فقط باش كنركبوا الماكينة ديالنا وكنوضعوا كي الكمية ديال العجين وذك الخليط ديال الخميرة هو اللي كان عجنوبه يعني كان بدوها كينضيفوا قطارات كيما اطرقلكم بشكل العجينة ديالنا ما كتفقدش بتخمرات اللي كيكونو فيها المهم هنا كنضوار الماكينة غرش شوية وكنضيف الكمية اللي عندي كاملة لانا عندي هاد الماكينة هادي ديال ديال الماطيشة الطحانة ديال الماطيشة متوسطة يعني النوعية اللي كتكون متوسطة يعني كبيرها شي شوية يعني كتهزة كي الكمية ديال العجينة وكنبدو اندلكو في العجينة ديالنا ولا يعني كنضحنوها بحالة شكل بصراحة بالنسبة لها الطريقة هادي فهي عملية كتحسوها كي بحال كتعجنو العجينة بالطحانة ولا بالعجنة ديال الضو يعني ما كتختلفش لها نهائيا فقط لاخرى يعني كتكون اوتوماتيك خدموها وهديرا كتدوروها باليد ديالكم وحتى بالنسبة يعني البحينة تكونوا كتدورو فارها السهلة يعني ما غتاخدوش اكي واحد جاهد اللي غي خرج منكم ولا شي حاجة ولا صعيبة اللحظوا معي هنا يا كنحاولها كمرة نزرب اللقطة باش ما يجيكمش الفيديو طويل ومرة كنخليها كما هي باش تشوفوا الطريقة يعني كنضوروها بكل سهولة والجينة ديالنا كتتلك وبالنسبة لدك الخليط ديال الخميرة والماء اللي كيكون دافيه كنبدو انضيفه منه قطارات هنا اللي بانتلكوما كي لنجينا خرج جسم الطحانة كنحيدوها بحالة شكل هادا كتكملو بالطحانة كي ما اذكر لكم احنا ما حاجتناش في ذاك التوقو بيخرجوا العجين غير هي ضروري تديروهم باش كي يكتركب لكم ذاك البياسة كما معروف ديال الطحانة وكنستمرو في دليك ديال العجينة ديالنا حالة شكل هادا يا هنية العجينة مني تكونوا كتدلكوها يعني كتراقبوها كي كتهزوا بليد ديالكم وكتشوفوا واش العجينة الدلكات ولا مازالة باش كتعرفوا بني العجينة ديالكم الدلكات مني كتبقوها كيتهزوها بليد ديالكم كتحسوا بيها مكتلتسقش في اليدين وخلع جينا كتكون القوام ديالها خفيف وكتلتسق في اليد يعني في اللول يعني كتبقها كما كتلتسقش بزاف يعني جينا كتولي مطاطية وكتهرب لكم اليد ديالكم يعني مني كترخولها كتهبط كاملة في يعني مع بعضها المهم بالنسبة للشرح انتمنى ان شاء الله يكون مفهوم انا هنا كنبغي نشرح جميع التفاصيل لانكي مبتدئات يعني معنا في القناة باش هكيا ان شاء الله تنجح معامل وصفة متجربة اللولة المهمة لعجبتكم والوصفة ديال اليوم ما تبخلوش عليها بلا لايك ديالكم باش تشجعوني باش انا بدورين بقى نبحث لكم على الوصفات الجديدة والمميزة ويلا كتوك تزور القناة ديالي الاول مرة مرحبا بكم في مطبخ وصفاتي اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا ان شاء الله دائما بكل جديدين وبنسبة لطريقة يا احبائي فهي عملية خصوصا بالنسبة الناس اللي كياخدوها كي واحد للمجهود باش كي يدلكوا العجين ديالي ممكن ما كان عارفوه بالنسبة للسفنج كيبغي هكيا الخبيطة مني يكون كي تدلك وكي ما كان نذكر لكم يا احبائي هذا كيبقى مجرد فكرة يعني الناس اللي عندهم العجانة ممكن يستخدموها نسبة الناس اللي ما عندهمش يعني بزاف ديال الناس ما كي يتوفروش على العجانة يعني كل ما كي يعيجنو الشفنج ديالي بطريقة اللي سهلة ويعني بدون مجهود لاحظوا معي هنا يا العجين ديالي من بعد ما كان حيضوا من ذاك الماكينة يعني كيكون مدلوك غير كان دهكي كان خبطورة بغارتكم ما زربت موالو كيطلق الفقاعات هذا يعني من العجينة ديالنا را ناجحة 100% لاحظوا معي هنا يا را ما كتدقش تلتسقط اليدين وكتوليكي واحد العجينة اللي مطاطية المهم بالنسبة الكمية ديال الماء يعني داك النص كاس ديال الماء قريبا بقالي منو هكي واحد ربع كاس هذا كيبقى على حسب الامتصاص ديال دقيق ديالكم يعني عجينة ديال السفنج خاصة تكون رخوة بحال شكل هدايا هنا كندهنه بوح شوية ديال زيت نباتي كنغطي وهكا واحد القطعة ديال البلاستيك وقطعة ديال التوب وكنخليو العجينة ديالنا تختمر على خطرة كما معروف بالنسبة لشفنج كيبغي الاختمار باش هكي كي يجينا مجعب وكي يجينا مهوم الداخل وكنكوروه انا هنا قسمتو الارباطاش كوارا كندهنه كالقطعة ديال بلاستيك بشوية ديال الزيت ومباشرة كنغطيو العجينة ديالنا وكندوزو انسخنو الزيت يعني حتى كنكورو العجينة عاد كنديروو الزيت يسخون باش هكي يلحق يرتاح معنا شي شوية كما معروف بالنسبة لشفنج خاصنا الجوج ديال مقالي هنا كنوريكم شو على واحدة كتكون يعني زيدة غير شي شوية اللي كيكون فيها الزيت كتير كتكون زيدة شي شوية كنخليو الشفنج ديالنا حتى كتشد راسة وكنوضعها في المقلات اللي كتكون فيه كمية ديال الزيت كما معروف وكنخوع عليها في حالي شكل هدايا ولاحظوا معي ما شاء الله بالنسبة للشفنج ديالنا فهو كينتفخ كيدرنا كيل فقاعد المهم انا هنا يا شاركت معكم الشفنج يعني من الول حتى الاخر وهذا هو الشفنج ديالنا لاحظوا معي كيفش كي يجي كيجي كيجي كامل منفقع ومنفق يعني حسن مشفنج ديال الزنقاء بمليون مرة لاننا حضرناه في البيت كنعرفوا المكونات كيفش الجناه وكذلك يعني كناكلوا كياشي حاجة اللي حضرناها بالياد ديالنا لاحظوا معي بالنسبة للشفنج ديالنا كتجي فكي واحد القرمشة اللي خفيفة وفي نفس الوقت كيجيها كيام جاعة من داخل ورطب يعني مكيجيش كيام علك وكي تجبد بصراحة يا احبائي نصحكم تجربوا السفنج ديال الطحنة ديال مطيشة لانه فعلا كيستحق تجريبة وكيجي حسن من ديال الزنقاء بمليون مرة كما ذكرت لكم وهكا كما بقالي الا نودعكم تلقى ان شاء الله فيديو اخر مع السلامة